ربع تدخل احبابي اهلا وسهلا بكم في الفيديو الخامس من مجموعة الكاراتي او قتال الكاراتي الكوميتي الفيديو الخامس هذا راح نتكلم فيه عن الكيزامي سوكي الكيزامي سوكي طبعا راح يساعدنا الكفتين المروعين طبعا هو مش لاعب كاراتي لكن استعدنا فيه او قتال اخر لكن استعدنا فيه في الفيديو الان قبل ما اتضيف الفيديو بدى نوه لثرة الشغلات اساسية ذول الثرة الشغلات مهمة كثير الكيزامي الحركة الامامية لازم يجي فيها ربع كامل اللي حكينا عنه في الفيديو واحد دخول وصل اللي هي ربع كامل ربع كامل وصل ربع كامل مفهمة كيف؟ ثاني شغلة انه انطلاقة الحركة تخرج من تحت وصل يعني واحد دفع من هون اثنين ها شوف ثانين دفعت راحت لخسر وصل راحت للك من نفسها الشغل الثالثة شكلية الحركة وصل شكلية الحركة الاغلب الناس يش يلعب من هون جام 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 واحد شوف سحبت ايده بعدين تطلع لازم ايدك من هون تطلع مباشرة لعبت مباشرة تطلع فيها مفهم؟ تتعاوز فيها تطلع مباشرة من مكانها بعدين تسحب مفهم؟ اول شيء اذا في هذه النقطة الثالثة اول شيء انطرقت الايد من هون الكتف دخول الكتف تركيزك لازم يكون في الكتف دخول الكتف مفهم؟ يعني ما بنفع عني مثلا العب مثلا الجبت انطلاقة من هون وكتفي الى هون لازم الكتفي يدخل في الحركة وصل النقطة الثالثة الخسر فيها مفهم؟ واحد واحد وصل خسري داخل يعني من بعد جسمي وداخله بعد مدى كأني بدي ادخل للخصم وخصم بعيد عنيه طبعا هاي حال الحركة في الغالب في الغالب اوكي استخدم المسافات البعيدة وصل يعني مثلا بلعب مع خصم مثلا سريع كثير كذا زيك فبلعب معه من بعد وبرود ارجع واه برود ارجع مفهم؟ مفهم كيف؟ طبعا كمان شغلة انه لما اسجل لازم تسحبينك تبين الحكم انك جبت النقطة مش بس مجرب تسجيل بهذا الشكل مفهم كيف؟ تمام الان بس قبل ما ابتدي في التمارين لازم انوه لنقطة مهمة كثير عند اللاعبين اغلب اللاعبين عند وصول ايدو ايدو تحتز يعني بلعب هيك شوف زي هيك فهاي الحركة يعني هي بتخرب تسجيل النقطة عليك لازم تدخل واحد على هدف نفسه ترد ترجع يعني واحد تضمن خط الانسحاب واحد اثنين وصل يعني تدخل خط مستخيم ترد ترجع ما تكون فيها اهتزاز تبين انها يعني حركة ضعيفة مفهم في الشكل الان شفت المجموعة الجاكزوكي اللي اخذناهم مجموعة الجاكزوكي نقدر نطبقها من نفسها في الكزامة بس استعرض سريع مثلا نزول واحد رجعت مثلا الاخر الصالة واحد سريع اللي هي مثلا سويناه واحد واحد مثلا وصل الاخر الصالة مثلا اوكي مثلا وقفت هون دورا واحد نفس التبليل تقدر تطبقهم وحضيف عليهم اوكي حضيف عليهم الان اه نأخذ اول تمرين الكفتان هي قفن هون دو يضرب مجموعة زوايا فيديو فيديو اليمين اه اول يسار ما في مشكلة حلاب واحد اثنين ورجينا كفتان هيا بها لنبدأها واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست ست اثنين عشر باس حلو الان هو بالعب منهم واحد في ثلاث شوف بس مجرد يأخذ حركة بسيطة من الارض وبالعب يعني ما رح يجيبها حركة كاملة عشان احنا بهمنا نربط حركة الايد والرجل مع بعض وصل مفهم كيف؟ نج التمرين اللي بعده التمرين هذا التمرين بكون بشكل رقم ثمانية وصل رقم ثمانية في العربي حروح ثمانية وارجع ثمانية الان هاي الخصمة مقابلة هاي رقم ثمانية شوف من هون هيك هاي هون هيك الان انا هون حبتدي شوف الكزام يدام ربع كامل اه حركة ربع كامل لازم ربع كامل اوكي واحد لعبت اثنين شوف رجل اليمين قفزت حولتها بشمال صارت شمال واحد اثنين قفزت حولتها في اليمين واحد رجعت مفهم كيف؟ نجد التمرين اللي بعده التمرين اللي بعده هذا صعب شوية حيكون لانه فيه التوازن شوف رفعت الرجل الخلفية ايد الامام هون بهاض الشكل شوف داخله بكتفي داخله بخصري واحد اثنين هاي ثلاث ها وصل يعني واحد جاب اثنين ثلاث ارب ها وصل لازم تبديل واحد تبديل ثنين تبديل وجسمك ليسا ماي لالامامه خاطب بحتاج شوية توازن شوية يعني تمرين مستمر عشان يجي معك صحيح نيجي للتمرين اللي بعده الان بدي احط نقطة صغيرة تكون تهديفة عليها صح زي ما حكيت الخطأ اللي بيصير دائما الاهتزاز عند تسجيل النقطة لازم اجيبها بخط مستقيم وارد ارجع ممكن تحط مثلا زي حفرة طبعا تكون بس سفنجية احسن او ممكن احط بس نقطة مجرد نقطة صغيرة احاول اجيب النقطة فيها مثلا كابتن ممكن انا الكابتن هون هاي حون حاطة هون شوف ايدي هون الان امتداد ايدي هو اللي بده يدخل من الحركة وصل يعني ما اقرب كثير هلا من هون شوف الهدف جهور برجة رجع سريع اه اه اتح�� وصل اذا ربع تدخل مفهوميا كيف نجل التمرين اللي بعده شوف الان الكبتن رح يعطيني اه فراغ شوف الفراغ هذا شايفينه طبعا هو بينفعل ال جاك زكي تحت و بينفعل الكزامي لا توسعه خلي الافراغ على مستوى الايد وصل الان انا هنا بلعب معه. شوف على مستوى الايد انه قد فتحت الايد. هلعب معه. هجمتي بدأ تدخل عند الوجه. يعني هيبعدها شوي يعطيني مجالة قدام. ادخل لجوة ارد اسحب ايدي. وصل يعني لو هجمتي خطأ ستضرب في ايده. وصل يعني انا هون. هون. رديت رجعت. هاي. رديت رجعت. وصل اذا. دخولي. سحبت. مفهوم? الفكرة الان وصول الحركة بما بين الهدف هذا. تمام? ونفسه ممكن العب في الجاكزوكي لو بدك تغيرها للجاكزوكي واحد. جاكزوكي بترودت رجعت لعبها. وفومي كيف? نجل للتمريني بعده. كمتن. رجعنا للخلف. شوف. ممكن استغلها لحالي. ممكن هو يشتغلها معي. وصل. حان اشتغل الان ويا عشان تكون الحركة بيني اكتر. شوف انا انا جالس كيبي داتش. كيبي داتش. بس ماي للخلف شوي لامس ايدي هون. الخط هذة. حطيت نقطة للخلف. انا وياح نطلع مع بعض. مع العد. واحد دستجل لنقطة ورد ارجع هون. ها? ات. رجعت سريح ها? ات. ها? رجعت هون. رجعت هون. ها? مفهومي كيف? نجي للتمرين الاخير. تمرين الاخير مثلا كبتن قبالي او حتى ممكن لو مثلا في جدار عادي بصير كبال. انا هون. بابدأ جري ضمن الجري. اما بواحد يعطيني اعاد او انا بعيد لنفسي. مثلا بعيد ثلاث خطوات وضربتي بعدي. اوصل. انا هون. مثلا جري بارد ارجع ها? بارد ارجع ها? ها? ثلاث جري. اوصل. يعني اركب الحركة اثناء الجري. مفهوم؟ مع نهاية الفيديو نشك للكفتن مروان. والله تكالعافية على المشاهدة وتابعونا في الفيديو الثانية. اشتركوا في القناة